اهلا بكم فيديو النهاردة هنشوف ازاي نحدد كفاءة بطاريات الليسيوم اذا اي حد بيستخدم بطاريات الليسيوم ايون فيديو النهاردة فيديو مهم جدا هنشوف تجارب عملية لاختبار كفاءة البطارية بشكل عملي هل البطارية تصلح للاستخدام او انها متوسطة الكفاءة تصلح لبعض التطبيقات ولا تصلح للتطبيقات الاخرى واخيرا انها تالفة تماما ويجب التخلص منها اختبارنا النهاردة هو اختبار المقاومة الداخلية للبطاريات الليسيوم وده من اهم العوامل المحددة لكفاءة البطاريات هنشوف النهاردة يعني ايه المقاومة الداخلية للبطاريات بشرح بسيط جدا لاي مبتدأ او اي هاوي ثانيا هنشوف كيفية قياس المقاومة الداخلية ثالثا تحديد قيمة المقاومة الداخلية المسموح بها للحكم على البطارية اذا كانت عالية الكفاءة او منتوسطة الكفاءة او منخفضة الكفاءة تابعونا بعد الفصل من اهم العوامل المحددة لكفاءة البطاريات الليسيوم هي المقاومة الداخلية البطاريات الليسيوم مثلها مثل اي بطارية بتتكون من مجموعة من المواد الكيميائية اللي بتسبب التفاعل الكيميائي وخروج طيار كهرابي من البطارية وعارفين ان اي مادة لها مقاومة او معاوقة لمرور الطيار كذلك المواد المصنعة منها البطاريات الليسيوم او اي بطاريات اخرى بيكون لها مقاومة وهي دي اللي بنعتبرها المقاومة الداخلية مقاومة المواد نقدر نحددها لما تكون البطارية جديدة ولكن في حال ان البطاريات مر عليها زمن معين بيحدث تكون بعض املاح واكاسيت للمواد اللي دخل في تكوين البطاريات الليسيوم والاملاح والاكاسيت بتكون مقاومتها عالية جدا وبالتالي بتعلي من مقاومة المواد الداخلة في تكوين البطارية نفسها اذا لما نقول مقاومة داخلية لاي بطارية نقدر نعتبرها مقاومة بالتوالي مع البطارية زي ما حضراتكم شايفين في الرسم بتالي بتأثر على الطيار اللي خارج ومتاجه ليه الحمل وبالتالي بيأثر على كفاءة البطارية في تجهيل الحمل عند مقاومة معينة البطارية هتكون غير قدرة على توفير الطيار اللازم للحمل وبالتالي هتلاحظ ان حتى بعد شحن البطارية للفولت شارج الحمل مش شغال وخصوصا لما تكون احمال سقيلة ده باختصار معنى المقاومة الداخلية للبطاريات طيب لو حبينا نختبر ثلاث انواع من البطاريات الليسيوم كلها بطاريات قديمة عندي ولكن بكفاءات مختلفة نختبر كل بطارية ونشوف مقاومتها الداخلية وطبعا المقاومة الداخلية بتعبر عن كفاءة البطارية هنحتاج ملتميتر وطبعا البطاريات اللي محتاجين نختبرها وبعض المقاومات بقية مختلفة تكون مقاومات باور او اي حمل بأمبير مناسب ازاي نختار المقاومة اللي هنعمل بها التجربة او الحمل اللي هنعمل بها التجربة الاحمال القصوى بالنسبة لاي بطارية الليسيوم بتكون واحد سي او واحد كباسيتي من قيمة البطارية يعني لو البطارية اللي معانا دي اتنين امبير ازا اقصى قدرة او اقصى حمل يوصل بيه البطارية دي يفضل انه ميزتش عن الاثنين امبير لان الطيار العالي هيسبب سخونة للبطارية نفسها وهكذا على اي بطارية فيه انواع من البطاريات بتصل قيمة الطيار لاثنين سي يعني لو البطارية اثنين واثنين من عشرة امبير نقدر نسحب منها اربعة واربعة من عشرة امبير بدون اي مشاكل ده بالنسبة لطيار الاختبار ولكن هدل ممكن نستخدم طيار اقل من الواحد سي طبعا ممكن وانا افضل الطيار يقل عن نص سي لان كل ما بيقل الطيار بتقل الفواقد فيه الاسلاك في الملتميتر وفي الاسلاك الحمل وبالتالي بناخد قراءة ادق طيب فكرة عمل الاختبار هنقينز جهد البطارية بدون حمل زي ما حضراتكم شايفين بالمقاومة الداخلية للبطارية اثناء عدم مرور طيار وقياس جهد البطارية بدون احمال فاحنا بنقيس جهد البطارية الفعلي مع تجاهل المقاومة الداخلية وعند قياس جهد البطارية اثناء توصيل الحمل فيحدث فرق جهد ناتج عن المقاومة الداخلية للبطارية بحساب فرق ما بين جهد بدون الحمل والجهد مع الحمل بيخرج عندنا الفرق الجهد على المقاومة الداخلية للبطارية. وبمعلومية طيار الحمل نقدر نحصل على قيمة المقاومة الداخلية للبطارية. تعالوا مع بعض نشوف اختبارنا. زي ما قلنا ممكن نستخدم حمل وممكن نستخدم مقاومات. انا ممكن اشتغل بمقاومة اتنشر اوم عشر واط. واغلب البطاريات اللي معينا تقريبا بتكون اربعة فولت او اربعة واحد من عشرة. فالطيار المتوقع عند توصيل مقاومة اتنشر اوم بيكون من تلتمية لتلتمية وخمسين ميلي امبير. تعال نشوف مع بعض جهد البطاريات. البطارية الاولى. اربعة واحد من عشرة. تلاتة تقريبا خمسة وتمانين من مية. اربعة نقول خمستاشر من مية. طيب هل الاختبار ده لازم تكون البطارية فولت شارج مش لازم تكون فولت شارج. ولكن المهمة عندنا ان تكون بطارية مستخدمة. يعني في دورات شحن وتفريغ مستمر. ما جيبش بطارية مركونة من سنة وايس المقاومة الداخلية لها. اسنا جهد البطاريات تعالوا نقيس طيار الحمل اللي هنجرب عليه. مسلا لو هنستخدم المقاومة دي. قلنا هتسحب في حدود تلتمية وخمسين ميلي امبير. تعالوا نشوف مع بعض كده. تلتمية وخمسين ميلي امبير مزبوط. طبعا مع انخفاض الجهد. الطيار هيقل. هنا تلتمية ميلي. تلتمية وثلاثين. طيب تعالوا نقيس مع بعض المقاومة الداخلية للبطارية دي. هنجيب على تدريج الفولت. وحاليا هنقيس جهد البطارية بدون حمل ومع الحمل. ده جهد البطارية بدون حمل اربعة خمسة عشر من مية. وهنوصل الحمل وهنشوف قيمة الانخفاض في الجهد. اربعة سبعة من مية. هنشوف مع بعض اربعة خمسة عشر من مية. طرح اربعة وسبعة من مية. هيخرج معنا تمانية من مية فولت. ده الفرق ما بين الجهد بدون حمل والجهد بالحمل. طيب بمعلومية الطيار اللي بيمر وهو تلتمية وخمسين ميلي امبير. ازا هنقسم فرق الجهد تمانية من مية على قيمة الطيار تلتمية وخمسين ميلي امبير. هتساوي اتنين وعشرين من مية اوم. ازا قيمة المقاومة الداخلية للبطارية دي اتنين وعشرين من مية اوم. وهنشوف مدلول القيمة دي هل الكفاءة البطارية عالية ولا لا. نختبر البطارية التانية. لو حد سألني ليه مش بنستخدم الهولدر الهولدر موجود هون. ولكن مقامة الاسلاك هتستضاف للمقامة الداخلية للبطارية وبالتالي الاختبار هيكون غير دقيق. فانا افضل التوصيل المباشر. اربعة وواحد من عشرة فولت. هنوصل الحمل. تلاتة تمانية وتمانين من مية. ازا فرق الجهد هيكون في حدود اتنين وعشرين من مية فولت. هنقسم على تلتمية وتلاتين ميلي امبير. هتخرج معنا قيمة المقامة في حدود ستة وستين من مية اوم. طبعا دي قيمة اكبر بكتير من البطارية الاولى. وبرضو هنشوف مدلول القيمة دي. اخر البطارية معنا. اه الطيار كان في حدود تلتمية ميلي امبير لان جهدها اقل. هنشوف مع بعض الجهد. الجهد تلاتة وتمانية من عشرة. هنوصل الحمل تلاتة واربعة من عشرة. ازا تلاتة وتمانية من عشرة طرح تلاتة اربعة من عشرة هيخرج معنا فرق الجهد في حدود اربعة من عشرة فولت. اربعة من عشرة فولت. على التلتمية ميلي امبير او تلاتة من عشرة امبير. هتخرج معنا المقامة الداخلية تقريبا واحد تلاتة وتلاتين من مية اوم. ازا بعد اجراء الاختبارات هنشوف مع بعض. اولا المقامة الداخلية للبطارية الاولى اتنين وعشرين من مية اوم. بنسبة ليه البطارية التانية ستة وستين من مية اوم. البطارية الاخيرة واحد تلاتة وتلاتين من مية اوم. طيب تعرف نشوف مع بعض المقييس اللي بناء عليها بنحدد المقامة الداخلية المسموح بيها والمقامة الداخلية الغير مسموح بيها. المقامة الداخلية للبطاريات الجديدة بشكل عام بتكون من خمسة ميلي اوم لخمسين ميلي اوم. البطاريات المستعملة ممكن نسمح حتى الميت ميلي اوم ولكن ميزيتش عن كده فيه التطبقات اللي محتاجة طيار عالي زي بطاريات الانفيرتر وبطاريات المحركات مثل بطاريات السكوتر. وبالتالي ازا زادت المقامة الداخلية للبطاريات اللي في الاجهزة اللي زي كده اللي محتاجة طيار عالي لازم نتخلص منها ونستبدلها مباشرة لانها تسبب سخونة وممكن انفجارها لقدر الله. في حال البطاريات اللي بنستخدمها في بعض الاجهزة او الكشفات او القضاءة ممكن نسمح بمقاومة حتى الميتين وخمسين ميلي اوم. ازا البطارية دي ممكن تشتغل معنا في بعض التطبقات البسيطة اللي ما بتحتاجش طيار عالي. البطاريات اللي اعلى من التلتميت ميلي اوم او تلاتة من عشرة اوم ممكن تصلح لبعض التطبقات مثل تشغيل الملتميتر لان الملتميتر مش بيحتاج اكتر من عشرة الى خمسين ميلي امبير وبالتالي ممكن تشتغل في بعض الاجهزة حتى الخمسميت ميلي او ستميت ميلي اوم. ولكن البطاريات اللي اعلى من الواحد اوم لا تصلح تماما في اي جهاز او اي تطبيق وبالتالي بنتخلص منها تماما. طيب تعالوا نشوف التجربة العملية. هنوصل البطارية دي زي ما قلنا المقاومة الداخلية بتاعتها واحد ويه تلاتة من عشرة. هنوصلها مع حمل ونشوف تجربة عملية شغالة. ولكن الاضاءة هتنخفض بشكل سريع وشكل كبير جدا. ازا شحن البطارية دي هيكون غير مجدي. وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين تقريبا اللمبة انطفقت تماما. زي ما قلنا لان المقاومة الداخلية عالية جدا. واستخدام النوع ده من البطاريات بيكون خطر. اللمبة انطفقت تماما. ازا فعلا الاختبار بتاعنا اختبار بقيق. وحددنا ان البطارية دي بطارية تاليفة يجب التخلص منها. تعالوا نشوف البطارية التانية. ستة من عشرة قوم. قلنا تصلح ليه تطبيقات معينة. حضراتكم طبعا ملاحظين فرق الاضاء اما بين البطارية دي والبطارية اللي قبلها. لذلك قلنا البطارية دي تصلح ليه بعض التطبيقات. ولكن مش كل التطبيقات. الاضاءة قوية ومستمرة الى حد ما. ازا البطارية دي. في حدود النصف اوم ممكن نستخدمها في بعض التطبيقات. البطارية دي مقاومتها الداخلية انها اقل من التلتميت ميلي اوم. ازا تصلح لكسير من التطبيقات. مع عدى التطبيقات اللي بتحتاج امبير عالي مثل المحركات الاسكوتر او بطاريات الانفرطارات. اضاقتها قوية ومستمرة. اتمنى نكون النهاردة اضفنا لحضراتكم معلومة جديدة وهي يعني ايه مقاومة داخلية للبطاريات الليسيوم وكيفية قياسها ومعرفة القيمة المسموح بيها. القيمة مش قيمة سبتة. ولكن بتختلف على حسب التطبيق اللي هتستخدم فيه البطارية. ان شاء الله كل الاستفادة دي ادعبنا بلايك واشتراك في القناة لو لسه مشتركتش وتفعيل زر الجرس عشان تيجي لك شاركة بكل فيديوهاتنا جديدة ونلتقى في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.